عمليات تبديل اللعيبة اللي بيحصل يا والي برضو شايفها برضو في قادي الحدود برضو يعني من خلال تلات لعيبة وبعد كده يرجعوا تاني لعبين ويرجعوا تاني وجود شوبير مثلا مثلا لظرف طارق لكن برضو بيثبت ان هو لو وقف هيبقى برضو جوني الاهلي بالزبط مصطفى شوبير يا كابتن جوني النادي الاهلي متأيد في النادي الاهلي يعني جون كبير جون كبير ويلعب في اي وقت ويلعب بطولة افريقيا بصرف النظر بقى هو مين او ابن مين فمش هلعبوا عشان خاطر الكلام ده لا خالص بس طالما بالزبط في الكرة في ناس انا في الكرة بتحسبها كده ان انا راجل طالما انا مقيد في النادي الاهلي فانا لعب كبير اقدر استحمل ضغطات واقدر استحمل كل حاجة واقدر الالعب بطولة افريقيا عادي موضوع الروتيشن للعيبة انا شايف انه طبعا كل العامل طفرة في الموضوع ده جدا لان انا كمدير فني انا ببقى محتاج انا لازم يبقى عندي يعني عوامل مساعدة بره تنقذني بمعنى بلغة الكرة تنقذني يعني وانا كسبان انا بقى عايز حد من بره ينزل يساعدني ان انا اطلع بالجيم 1-0 او 2-0 ولو انا متعادل وعايز اكسب نفس القصة ولو انا خسراني زي النهاردة المدير الفني بتاع دورتمون عنده بلنجي هام بره ما بيلعبش بيه طبيعا انا عايز تكسب الدور كلامك مزوط كم فانا ببقى يعني مش معنى يعني بس انا بتكلم للعيبة اللي هي بتزعى ان هي بتقعد احتياطي وكده لا انا ممكن اكون انا معادك احتياطي عشان انت تنزل تغير المطش هو بصراحة عامل الحالة دي يعني مستر كورا انا عامل الحالة تأهيل النفس للعيب يعني انت لو تبص على دكة النادي الالي تبص على دكة النادي الالي مفيش حد قلب وشه مفيش حد زعلان مفيش حد زعلان خالص صح كله بيلعب كله بيلعب وكله بجي ينزل يقدي وكله هيجي دوره وينزل يقدي بس المشكلة ان انت لما تنزل تبقى كويس انا لما بحتاجك بحتاجك عشان بتنقذني مش معنى ان انا بقى عايدك بره احتياطي عشان خاطر تنزل تبقى وحش انت بتنزل تغير لي مطش زي افشة افشة كان ممكن يبقى في حتة تانية بعد المطش اه جاب جول والكرة التانية اللي هي كرة البلين دي دي كانت لازم تبقى جول هو لو لعبها من مرة واحدة جول كان يبقى جايب جولين كان يرجع سقطه بنفسه ترجع يرجع يصالح جماهيره كان الحاجات دي بتفرق في اللعيبة اه اخد مانو زماتش يعني هو بالتالي ناجح نعادي بقى ان هو يبقى جايب جولين كمان يعني تبقى حاجات تفرق كتير جدا 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 زي افشة بالذات كمان بالزبط هو محتاج يرجع افشة بتاع زمان محتاج تسقط النفس وترجع تاني الحاجات بقى دي انا انا كلعيب خلاص هي بتبقى الواحدة عايز واحدة لان انا محتاج ارجع نفسي مش محتاج ان انا واقف واستنى عشان احط ببطن رجلي تيجي او ما تجيش ترجع تاني سقطي تهتز شوية